السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة جماعة وصلوني سكينتين من شركة كونسك وصلني سكينة من شركة تينابل اللي هي الخط الاقتصادي بتاع شركة كونسك قناة نبدأ في مقطع النهاردة نفتح السكاكين انا متحمس لهم جدا متحمس ان احنا نتعرف عليهم مع بعدينا انا لسه ما جربتهمش ان شاء الله يبقى ليهم تجربة قريب على القناة اللي لسه ما اشتركش وما فعلش جرس الاشعارات اشترك وفعل جرس الاشعارات عشان وصلك كل جديد ولو انت من الناس اللي مشتركين في المسابقة متنساش تسيب كومنت على مقطع النهاردة احتمال اسمك يطلع معنا وتفوز بتامن سكينة نباخة كل يوم واحد ان شاء الله يكون فيه سحب على فايز هلنبدأ باول سكينة بصراحة مش عارف ابدأ باية واحدة تعالوا نبدأ بالميني عشان انا عجبان الميني دي طبعا السكينة تيجي زي ما ان شايفين كده تغليفة بتاعتها محترمة بص البوكس فدح ازاي طبعا تفتح السكينة بالشكل ده تلاقي معاها قلبة دي طبعا فيها منديل خاص بالسكينة للتنميع وفيه المانوال الكبير العريض اللي احنا مش هنحتاجه في اي حاجة من شرح السكينة تطلع السكينة بقا عندهم فخام التغليف عشان كده انا بدأت بالسكينة دي عندهم فخام التغليف غرعة دي طبعا بيجيلك في الجراب ده زي ما انت شايف كده بالشكل ده تفتح خليه الحافظة شوف السكينة اول واحدة معانا السكينة دي تسمها مني كورفيد ايه السكينة دي اسمها مني كورفيد يا جماعة طبعا من تصميم كش طول والمصمم اللي صممها اسمه جاستين كوش الشركة كوش طول وده الشعار بتاعه اللي موجود وراه زي ما حضراتكم ما شايفين دي من تصميم جاستين كوش خلي بالكو ديت اللي هي الميني كورفيد وفيه الكورفيد العادية اللي هي الكبيرة لكن انا بصراحة اه وانا باختار مع الشركة عجبني اوي الديزاين والتصميم دوت طبعا المعدن بتاعها اللي هو وان فيفتي فور سي ام والمقبب بتاعها من الراتنج المضيق زي ما انتم شايفين كده او شايف شكل السكينة يعني الراتنج او اللي هو الايبوكسي اللي موجود على السكينة ديت ده بيسحب الضوء ولو جيت قفلت عليه في الليل او كده يبدأ انه هو ينور معاك طبعا الفينيش ستون ووش او غسيل حجري القصة بتاعتها اللي هي شيبس فوت طبعا عليها جيمبنج عريض عشان ما تنزلكش من ايدك تقدر تسبتها بكل الاوقات تقدر تفتح بها تروت تقدر تعمل بها اي حاجة زي ما قلنا القصة شيبس فوت وفيها مكان تعليق تعليق مدلية البراكورد الجميلة بنظام اللاينر لوك وتفتح عن طريق الفليبر الخلف ده او ممكن بردو تفتح عن طريق فرانت فليبر يعني فيها الجيمبنج طالع عريض وليه بروز من فوق فممكن انت ماسك السكينة طبعا مش عارف اعملها ايدي كبيرة جدا بس تقدر تفتحها عن طريق فرانت فليبر او تقدر تفتحها عن طريق الفليبر اللي ورا اللي اصلح لك تقدر ان انت تفتح بيه السكينة وده الشكل بتاعها مموه جيشي وان شاء الله نعمل فيديوهات اكتر شورتس نبدأ ان احنا هنستعرض فيها السكينة ديت وهي بتنور في الليل طبعا الحد بتاعها ممكن نشوف لان انا مش عارف الحد بتاعها خالص لا شارب السكينة سكينة تعتبر شارب كفاية التغليف السكينة ديت يا جماعة سعرها في الشركة هسيب لكم اللينك بتاع الموقع بتاعهم تحت في الوصف سعرها في الشركة 80 دولار ده سعر السكينة كفاية التغليف انا متهالي اللي رافع السعر كده اللي هو التغليف او الجراب اللي بيجيلك في السكينة او توس السكينة قد ايه والجراب بتاعها بصراحة طهمة تسوف تسوف الجراب قد ايه معمول حلو جدا ومبطن من الداخل زي انا شايفين كده ليه بطانة من الداخل والقطعة الجلد اللي مكتوب عليها شعار الشركة بصراحة السكينة التغليف بتاعها وشكلها فخ وزي ما قلت لكم ديت الميني في منها اللي هي القطعة الاكبر او نفس الشكل كده بس اللي هي اللي هي ماسكتها في الايد طبعا تبقى اكبر واضخم من كده سكينة ديت حرفيا لو حطناها على ميزان يا جماعة هلنشوف كده على ميزان كم سفر الميزان سفر الميزان اوو سبعة وثلاثين جرام سبعة وثلاثين جرام حرفيا يا جماعة علينا نشوف وزن او طول السكينة طبعا مش محتاجين نفتح المتر ازيب من كده طبعا طول الشفرة القاطعة يعني داخل على اربعة سنتي ده طول الشفرة القاطعة طول الشفرة كامل او طول النصل كامل خمسة سنتي وطول السكينة كامل تسعة ونص سنتي يعني عشرة الا حاجات بسيطة ما وصلتش للعشرة سنتي ده طول السكينة وطبعا عند الاغلاق يا جماعة الطول الكل عند الاغلاق ستة سنتي ستة سنتي سنتي سكينة حرفيا قطعة صغيرة جدا لكن في نفس الوقت شكلها يعني محترم غير بقى التصميم الكبير برضو فيعتبر من الاشكال الجميلة جدا لكن انا قلت ان انا انوع في الاختيار وخليها ندخل على تاني سكينة طبعا تاني سكينة مش هتختلف زيادة عن السكينة الاولى في طريقة التغليف نفس نظام العلبة انا عجبان العلبة اول مرة يعني اجيف سكينة العلبة بتاقتها بتفتح كده برضو هتفتح هنا هتلاقي منديل لتنظيف السكين وهتلاقي برضو منوال مش هنحتاجه السكينة تجي لك برضو باكتج نفس النظام معها القطعة اللي تحافظ على السكينة من الرطوبة و برضو نفس التغليفة و نفس القبر نفس الغلاف لكن السكينة اللي معانا النهاردة هي تسمها اجروس يا جماعة زي ما انت شايفين كده وطريقة الفرانت فليبر ده نظام الفتح بتاعها من تصميم المصمم اللي مصممين الشركة ديت هي شركة نيتش والمصمم اللي صممها هو نيك روجرز نيك روجرز اعتقد احنا عندنا سكينة هو مصممها برضو من شركة ارتسن كانت عندنا السكينة اللي كنا طلعناها في فيديو شركة ارتسن طبعا اللي مش متابع الفيديو ادخل في القناة تلاقيه مراجعات السككين هتلاقوا قوائم تشغيل كلها متزبطة وفيه قوائم مراجعات السككين هتلاقوا فيها فيديو ارتسن كان فيديو جميل جدا سكينة ديت يا جماعة المعدن بتاعها الاس سيرتي فايف في ان او الاس خمسة وتلاتين في ان طبعا المعالجة بتاعتها سي بي ام عليها فينش بلاك ستون ووش المقبب بتاعها من الكاربون القصة بتاعتها وورن كليف زي ما انتم ما شايفين كده اللي لفت انتباهي في السكينة ان عليها دابل جيمبنج من ورا يعني فرامل من هنا وفرامل من هنا يعني في من هنا من انزلك عشان صباعك ما يجريش تحط خلاص يثبت في ايدك على السكينة وفي بردك من قدام شوية بلاس القطعة او الكيرف اللي جاي ده اللي تقدر بردك انت تحط فيه صباعك كده بكل سهولة او تفرده عليه لكن انت عندك اتنين فرامل تقدر تستخدم من هنا او تقدر تحط من هنا وطبعا عليها شعار الصانع اللي هي بتاع المصمم نيك روجرز طبعا ده اللي هو بتاع الشركة جماعة زي ما انتم شايفين كده اللي هي شركة نيتش والسكينة بنظام اللاينر لوك وزي ما انتم شايفين تفتح عن طريق زي ما قولنا الفرانت فليبر ده شكل السكينة ودي تفاصيل السكينة قدام حضراتكم طبعا بيجيلك معها الكليب المميز ده اللي تقدر تستغنى عنه بس ما تقدرش تنقله الناحية التانية وبلاس ان السكينة من الكاربون الا انها مبطنة بالكامل من الداخل بالفولاذ يا جماعة مبطنة من الداخل بالفولاذ ده شكل السكينة طبعا زي ما قولنا القصة بتاعتها وورن كليف المعدن بتاعها الاس خمسة وتلاتين في ان المقبب بتاعها من الكاربون وفيها كليب مميز طبعا برضو عليه فنش بلاك ستون ووش سكينة حلوة جميلة مسكتها في الايد مريحة جدا وتحس ان وزن السكينة خفيف معاك مش سكينة تقيلة يعني تصلح معاك سكينة حمل يومي استخدامات يومية المعدن بتاعها من المعدن الجيدة اللي تكلمنا عنها قبل كده بيتميز ان صلابته عالية وفي نفس الوقت بيحتفظ بالحد لفترات طويلة وفي نفس الوقت لو فقد الحدة بتاعته وانت فكرت ان انت ترجعت حد السكينة من تاني فدية بتكون سهلة جدا ما بتبقى الصعبة عليك ودي من الحاجات اللي بتميز معادن السككين باختلاف انواعها في سككين كتير جدا وفي انواع معادن كتير جدا هي انواع جيدة لكن بيفرق في استخدامك انت وبيفرق في احتياجك انت للسكينة خلينا نشوف وزن السكينة متحمس لان السكينة يبين وزنها خفيف خلينا نشوف كده على الميزان بس نصفره واو وزن السكينة 106 جرام لا 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 لاحظة لاحظة اوه يا جماعة 106 جرام ولوكم السكينة خفيفة جدا على فكرة 106 جرام ده مش مش وزن 106 جرام ده وزن السكينة صغيرة مسلا عارف انت السككين الجيب الصغيرة 106 جرام يعني السكينة بصراحة وزنها تحفة هنشوف كده شفرة الحد بتاعه خلي بالكو الشركة تعتبر من الشركات المميزة والمشهورة قوي 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 برا مش عندنا هنا عندنا هنا عند الهواء والمقتنين بيشتروا منها وبيبعثوا ويطلبوا واعتقد فيه تجار جابوها في الوطن العربي عندنا فيه تجار جابوا من السكاكين ديت لكن ما جابوش بالقدر الكافي والوافي اللي يكافي ان هي تتعرض للجمهور بكثرة نفس ما تعرضت شركات كتير وتفوكس عليها لكن شركة زي كده بصراحة حلوة الكواليتي والفينيش بتاعهم جيد جدا انت تحط سكينة تبقى معاك بالشكل المحترم ده على فكرة السكاكين ومغالية السكينة ديت سعرها مية خمسة وخمسين دولار على الموقع بتاعهم انا لا كلمتك في شحن ولا كلمتك في توصيل ولا كلمتك في اي حاجة هي فقط تطلبها من الموقع سعر السكينة ديت على الموقع مية خمسة وخمسين دولار في سكاكين موجودة نفس القصة ونفس التصميم لكن ارخص بكثير ليه ارخص؟ لاني نوع المقبض بيتغير ونوع النصل بيتغير المواد المستخدمة في النصل بتتغير والمواد اللي بتستخدم في المقبض نفسه كمان بتتغير فدي كانت تاني سكينة معانا وزي ما قلتلكم انا هسيبلكم لينك الموقع بتاعهم اسفل الفيديو اللي حابب يتواصل معهم او حابب يطلب من عندهم فدول السكينتين اللي وصلوني من شركة كونسبت حبيت ان يكون فيه تنوع شوية مش كل السكاكين كبيرة برضو كالسكاكين الصغيرة ليها عشاقها وليها الناس اللي تحب تخلي سكينة دايما تبقى في المداليا تفتح بيها طارد تفتح بيها كارتون تقص بيها حاجة اصحاب الشركات اصحاب الناس التجار اللي بيكون عندهم محلات دايما بيجي لهم اردارات بيجي لهم طلبيات عاوز تقطع حاجة صغيرة السكينة جميلة جدا قصتها فلات كده من السلاح بتاعها طبعا قصة الساتور الشيبس فوت فالسكينة جيدة جدا ندخل على اخر سكينة معانا وهي من الخط الانتاج الخاص بشركة كونسبت لكنه خط انتاج اقتصادي يعني ايه خط انتاج اقتصادي فيه خط انتاج بيكون اقتصادي فيه بيوفرلك في الخمات وفيه بيوفرلك فيه التغليف والباكيجينج يعني حاجة زي كده جراب زي ده ده بيكلف الشركة وده واقف عليهم بفلوز يعني السكينة ديت سعرها على الموقع الرسمي 80 دولار لكن السكينة اللي احنا هنفتحها من شركة تينابل سعرها 55 دولار على الموقع الرسمي طبعا السكينة بتجيلك في العلبة ديت مختصرة اسم السكينة انامولي زي ما انتم شايفين كده خلينا نطلعها بصي بقى التغليف يجيلك ازاي هنا طبعا العلبة تفتح طلع منول خاص بالسكينة مش هتحتاجه طبعا لان انا ها قاعد اشرح لك دلوقتي قطعة اللي هي تحافز اقمان الرطوبة منديل خاص بتلميع السكينة عليه برضو اقشعار الشركة تفتح كده تطلع السكينة طيب السكينة ديت المعدن بتاعها يا جماعة معدن جامد النيترو في دي معدنها نيترو في يا جماعة والسكينة المقبض بتاعها من الجيتين جيد او اللي هو اليشم هم سمينه كده جيد او اليشم ده بالعربي وده بالانجليزي معاها الكليب المميز ده ما تقدرش تنقله الناحية التانية بس تقدر تستغنى عنه قصة النصل بتاعها طبعا تانته زي ما هو ظاهر قدام حضراتكم كده المصمم بتاع السكينة ديت اسمه ديريك اللي صمم السكينة ديت اسمه ديريك وده الشعار بتاعه وبرضو ديريك ده يا جماعة عندنا اكتر من سكينة من تصميمه عليها نفس شعار الشركة بتاعته على سكين من شركة ارتسل وعلى سكين اعتقد من شركة يا بيستيك يا كيو اس بي شركة من اللي اتنين دولو اعتقد ان هي شركة بيستيك عليه نفس الشعار بتاع ديريك اهو نفس الشعار دوت على السكينة طبعا بنظام الليينر لوك تفتح عن طريق الفليبر اللي ورا وده شكل السكينة عاوز اقول لكو ان السكينة وانت مسكها في ايدك انت حاسس بفخامة او حاسس بالنحاجة في تحفة في ايدك على فكرة انا ما بمضحش في منتج بس انا بقول لكو حرفيا عن اللي انا مسكه في ايدي وحاسس ان السكينة ليها وزنها وزنها حلو محترم استنى كده حس ان هي في نفس تقل ديت اوقات الميناء كمان شوية خلينا بس نشوف الحد طبعا الحد بتاعها ممتاز انا بعشق في الشركات المحترمة اللي بتهتم بحد السكينة بتاعتها يعني دي من الحاجات اللي بتثبتلي انا من زمان من اول ما بدأت في المحتوى اللي بتثبتلي كفاءة الشركة ديت او حاجة من اللي بتريحني كده او بتبسطني لما لاقي الشركة مهتمية باخر قسم في السكينة اللي هو قسم السن يا جماعة طبعا السكينة ديت عليها فنش على النص زي ما نشايفين كده فنش ستون ووش ده شكل السكينة بالكامل طبعا فيش جيمبنج من ورا ولا حاجة المقبض نفسه محرفش يعني تمسك السكينة ايدك تثبت فيها يعني لو مسكت السكينة بالشكل ده ايدك سبتت لو مسكتها بالشكل ده ايدك سبتت بس كنت افضل ان فوق من هنا يبقى فيه شوية جيمبنج او منع انزلاك بحيث ان انا لو هقطع حاجة كده وعاوز ايدك ان هي تفضل سبتة يبقى الموضوع افضل معي خلينا نشوف سريعا وزن السكينة ديت من الصفر 84 جرام 86 جرام اخر واحدة 86 جرام يا جماعة وزن السكينة بالظبط خلينا كده ناخد اياسات السكينة ديت نقول بسم الله ناخد كده طول السكينة يعني عندك طول الشفرة القاطعة يا جماعة واصل تمانية سانتي طول النصل كامل واصل تسعة ونص سانتي تول السكينة كاملة خلينا نشوف كده واصل تمنتاشر ونص سانتي تول السكينة كامل يا جماعة واصل معي لغاية تمنتاشر ونص سانتي وطول السكينة عند الاغلاق خلينا كده ناخد على اكبر قطعة واصل معايا لعشرة ونص سنتي حدود العشرة ونص سنتي بالزبط السكينة دية طول الشفرة القاطعة بتاعتها تمانية ونص سنتي وطول النصل كامل زي انت شايفين كده عشرة ونص سنتي وطول السكينة كامل يا جماعة واحد وعشرين سنتي وطول السكينة عند الاغلاق زي انت شايفين اتناشر سنتي وايه لو هنا يا جماعة يكونوا انتهاء معنا مقطع النهاردة طبعا دية كتأول سكينة معنا اللي هي الميني كورفو وتاني سكينة اللي هي الايجرس من شركة كونسلت والسكينة التالتة اللي هي من الخط الاقتصادي تبع شركة تينابل اللي هي الأنمولي بمعدن اللي هو النايترو في طبعا المعدن ده من المعادن اللي اول مرة امتلكها لكن فيه سككين حلوة جدا 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 بتنزل بنفس المعدن ده وان شاء الله ليه تجربة قريبة على القناة فما تنساش لو انت لسه جديد ومشتركت اشترك وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل الجيد تنساش سيب كومنت على مقطع النهاردة احتمال اسمك يطلع معنا وتفوز بتامن سكينة نبعتلك تامن السكينة على اي دولة انت ساكن فيها واللي عنده اي اسئلة او عنده اي استفسار وحابب يتواصل معايا كلمونا على الانستجرام برضو هتلاقوا لينك الانستجرام بتاعي في وصف الفيديو برد على جميع الناس سوفوا الشجاع الاخير ان شاء الله في المقطع اللي جاي و سلام اشتركوا في القناة